تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار مبادرة كلنا واحد تواصل وزارة الداخلية توزيع بوات سلع غذائية ومستلزمات المدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا وتشمل عمليات التوزيع بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية والذي يهدف في أحد محاوره لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين تواصل الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى توزيع بوات غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات بحبك يا رئيس وشكرا على الهدية الجميلة دي شكرا على الهدية الحلوة دي بنحبك يا رئيس ودايما نفكرنا على طول بنشكر الريس وبنشكر الداخلية وبنشكرهم على الهدية الحلوة دي بنشكر سيادة الريس اللي هو بيفتكرنا كل سنة بالشنط وبيفتكرنا بالخير شعب مقدر قيمة بلده وشايل لها متألف جميل على حبها من يومة والده جيل بسلم رعاية الجيل في سنة والتطيبين طيب الحلوة دي بنشكر سيادة الريس اللي هو لايما بقول لي سنة فكرنا وكل سنة تبجونا وفكرنا وبنبالك سنوك يا ربي وعشان شبر في ارضه يموت واللي في عزلم احنا تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت رجالة ولد رجالة اتحمي واتشغالة مصر وراسل فوق مرفوع وسط النار بفوق الشعب اللي في وقت الشدة دايماً عارف سكة وليم واللي بتإذن الله بيت حدة نزلها يا حب تركرهي كل عمر الشعب دائد وحدة انا ما كناش متوكعين ان انت هتجنة وتفتكرنا والله وربنا يعينك ويجويك يا ريس انا بشكر سيادة الريس على دعمولين وعلى فرحة اولادي بالسنط والتراريس والجلام اللي هم عطينا هلنا بجد احنا مش عارفين بجد نقوله ايه والله العظيم انا مش لقي كلام اقوله بجد بشكراً شكراً يا ريس بجد احكى اللي عناك بينه ربنا جنبه بيعينه هو دايب الشعب المصر برحانة وجدتكم معانا ومقابلتكم بيننا من قبل الحيبة وجبرتكم معانا تنجبروا مبارك فيكم يا رب الشعب اللي في وقت الشدة دايماً عارف سكة وليم واللي بإذن الله بيت حدة نزلها حب تركرهي شعب اصل معدن وتاريخ طبعاً هم المصريين المبادرة شهدت توجه مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسق مع مدريات الامن الى المناطق الاكثر احتياجاً لتوزيع السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية على قاتل تلك المناطق الذين اشادوا بهذه المبادرة وبدور وزارة الداخلية الذي لا يتوقف عن دعمهم موسيقى الشعب اللي في وقت الشدة دايماً عارف سكة وليم واللي بإذن الله بيت حدة نزلها حب تركرهي كل عمر الشعبي دا ايد وحدة والفربط واليوم الدين موسيقى موسيقى شكراً يا رئيس على التعمل معينا وفتك الجميلة مع البلد شكر رئيس الجمهورية السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي انه اهتم بالدوي الاحتياجات الخاصة وفرنا الشنط والكاراتين موسيقى المبادرة تأتي بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد وكأحدى المشاركات الاجتماعية الفاعلة من وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية بهذه المناسبة ورغبة منها في تلبية جزء من احتياجاتهم موسيقى 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 الرئيس بقولي خلصان طيبة ربنا يخلي الرئيس الجمهوري يا ربنا يخليكم خلصان طيبة تطيبة الله يخليك محتاجين أي حاجة؟ لا يخليكم لا يخليكم عايزينك طيبة الله يخليك خلصان تطيبة الله يخليك مبادرة كلنا واحد طبعا مبادرة جميلة وأنا بشكر الرئيس على هذه المبادرة لأنها فعلا بتغطي حاجات اللي ناس فعلا محتاجينها وبتوصل للناس فعلا اللي محتاجينها بنشكر سيادة الرئيس أن يفرح أطفالنا وشفنا حاجات حلوة النهاردة الرئيس دايما محافظ على فرحة الأطفال وربنا يبارك فيه طبعا مدخل الأطفال مدرسة بحاجات جديدة وشنة جديدة وربنا يحفظه يبارك لنا فيه أنا مبسوط قوي عشان رئيس السيسي فكرنا كل سنة وبيقدمنا لنا حاجات وحاجات حلوة نفرح بيها أنا مبسوط النهاردة الزباط الليهم ما جابوني جابوا شامل تجديدة أخوش بها المدرسة من منطلق المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية تأتي مثل هذه المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الوزارة تزامنا مع المناسبات المختلفة لدعم المواطنين بخاصة الفئات الأولى بالرعاية منهم لتخفيف الأعباء عنهم بنشكر سيادة الرئيس أنه افتقارنا في دخلة المدارس وبعتنولنا الشرنة تهتم بأطفال وعمر يا مصر عمار يا كبيرة بستمرار مصر دي أحلى بلد في الدنيا ألف شكرا يا ريس ما تحبش مننا والله يا حضرة ريس أشكرها أشكرت ميت 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 ألف شك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة